نرحب بالأستاذ الدكتورة سامي عبدو أستاذ الباثولوجيا الكلينيكية ونائب مدير عام مستشفية جامعة عن شمس ومديرة الإدارة المركزية لمكافحة العدوى بالمستشفية جامعة عن شمس دكتورة سامي هنبقى أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أبد الفاصل سألناك سؤال قبل ما تيجي وهنعرضه على حالة مرة تانية بقى طيب دلوقتي الدكتور شريف قال مش عايزين نقل قوي وأن الموضوع يعني إلى الآن ما فيش في مشاكل لم تظهر حالات لم تظهر أي يعني أعراض أو أشياء يمكن أن تؤدي بنا إلى كورونا حالة الفزع والقلق دي بمحتاجين أن احنا نهديها شوية طيب هنبدأ دراسة بعد أيام قليلة إيه التوصيات لعدمنا للعدوى إيه إن كانت العدوى كورونا أو غير كورونا خيرين نقود حاملة تثقيف صحية إلى حد ما فضل هو أنا يعني من جئت متأخرة صحية بس أنا عايز أقول أن الكورونا دي الحقيقة موجودة يعني فيروس كورونا ده موجود من زمان وهو بيسبب دايما نزلات البرد العادية جدا بس هو المشكلة بتاعثن هو تحور آه بالضبط على مدار السنين من 2002 و2012 وقدينا في 2019 و20 التحورات مرت بأحاجات عنيفة ومرت بأحاجات وسيطة من نسبة الوفيات بتاعة كورونا المستحدث الوانيو كورونا إلى الآن لم تتعدل الـ 2% ما وصلتش 5% في الوانزة التيور لما كانت جات كانت الوفيات وصلت في بعض الأحيان الـ 60% من الإصابات آه من الإصابات من الإصابات فأصد أنه هو مش يعني هو آه جديد إحنا خايفين منه لأن إحنا ما نعرفش عنه حاجة وإحنا دائما بنخاف من المجول لكن لغاية الآن الحمد لله وربنا يسهل إن شاء الله يفضل كده إن ما هواش يعني ما ظهرش التطور اللي هو يؤدي إلى الوفيات العنيفة وكل الوفيات اللي حصلت لها كانت برضو ناس عندها منعاتها ضعيفة يعني هي أصلا برضو عندها مشاكل صحية بحيث أن المناعة الطبيعية اللي موجودة عند أي إنسان يعني ضعيفة عندهم فمستحملتش الفيروس يعني لو نورمال ممكن يتم السيطرة على الفيروس وفي معظم الحالات هو طبعا لسه لفترة الـ 14 يوم الاحتضان الاحتضان فمش كلها لسه عدت يعني برضو زي ما فيه عدد الإصابات كتيرة عمال بيزيد وصنة آه 24600 تقريبا لكن برضو عدد الناس اللي خفت اللي هي بقت سليمة تماما اللي تعافت اللي تعافت بيزيد يعني أعتقد أن لما الـ 14 يوم دول يخلصوا المعدل هيبتدي الميزان يتعادل بقى رسالة تطمين النهاردة بنرسالها لحضراتكم من خلال الطريق الثالث ومن خلال ضيوف الطريق الثالث وبرضو هندخل حالا دلوقتي على طيب فصول كسفات هنعمل فيها إيه طبعا التجمعات والأماكن المغلقة اللي ما فيهاش التهوية كويسة دي طبعا لازم الواحد دي بقى حريص فيها تكدس مش كويس الإرشادات الصحية العامة اللي احنا بنقولها لأي حد مهمة جدا في الوضع اللي احنا فيه الأكل كويس المناعة تبقى فيه أكل خضار وفاكهة غسيل الإيدين ده أهم شيء ممكن أي حد يعمل قبل الفاصل كنت أتكلم عن ملامسة الأسطح أي سطح التليفونات الترابيزات الكمبيوترات كمان في المدارس حرج بتسأل عن مدارس الكمبيوتر والموبايل والاستخدام من شخص لآخر لازم يبقى دايما التطهير الأسطح ده مهم جدا وأنا كمان بعد ملمس أي حاجة ما حطش إيدي على منخيري وبوقي وكل الفتحات بتاع عيني ودعك في العينين والحاجات دي كلها بيين ممكن يين لأي عدوى أنا بتكلمش عن كورونا بس أي عدوى بشكل عام بشكل عام فهي النظافة الشخصية والاحتياطات الشخصية اللي بتحافظ على الصحة الصحة العامة هي دي أهم شيء المطهرات بتاعت الكحول يمكن من الحاجات اللي بتخوفنا دي بتخلينا نخلي تصرفاتنا الصحية أحسن فبردو غسيل الإيدين كويس التطهير الإيدين بالكحول عدم ملمسة الأسطح ما نسلمش على بعد بقى القبولات الحرة اللي هي ممكن تنقل وقف السلامات شوية الفترة دي لحد ما نوصل لمرحلة الشمس المشرقة وهنا بقى أسأل دكتور شريف سؤال هل هناك علاقة بالتقس البارد ووجود الفيروس أو خطورة الفيروس يعني لما بندخل على الصيف كده بتدي هيل علينا الربيع وندخل على الشمس يمكن أن تقل لخطورة فيروس كورونا أو ما شابه من فيروسات هو فيروس كورونا زي وزي أي فيروس هو فيروس للايف سايكل أو دور حياتي ومتوقعا حصاره خلال الفترة الجاية ده طبيعة أي فيروس وإن كان نشوفنا قبل كده حتى قبليه برضو التجارب زي السارس مثلا ظهر برضو الفترة بولا كلها عبارة عن فيروسات بتاقل دورتها الحياتية وبتنتهي لكن ما نقدرش نقول إن هو أي فيروس قاصر على وجوده خلال فترة الشتاء أو فترة البارد أو الصيف لا أنت ممكن تصاب برضو بنزلات بارد أثناء الصيف ده مش معناه آه بيكسر الإصابة في الشات لكن مش معناه إن أنا دايما في من من الإصابة لا ما نقدرش أحددها يعني قولا وحيدا دكتور شريف عايز تقول تعليمات الأمنة والسلامة والوقاية مستمرة معانا صيفا وشتاءا ربيعا خريفا طبعا طبعا والاحتياطات دي يعني إحنا برضو أنا كنت عايز أقول نقطة الحقيقة أنا ممكن كلمت مع حركة على الاحتياطات الأسرية أو في المنزل لا أنا برضو فيه احتياطات أنا يهمني برضو في القطاع إحنا إحنا منكلم على مستشفات آه تمام مستشفات لازم يكون فيها كامل الاستعدادات إحنا أخذين استعدادات قوية جدا لمواجهة الفيروس ده أو غيره تمام سواء بقى أن إحنا مجهزين عزل كويس زي ما قلت لحضرتك تصنيف للمرضى عاملين تجهيزات وإحماية احتياطية حتى الأطباء موانا لطبيب ده بالنسبة لي أو المتعامل ممكن أن تقليل العادة طبعا طبعا فيه دلوقتي فرق موجودة في جميع مستشفيات جامعة النشامس أو موجودة يمكن في جميع مستشفيات وزارة الصحة للتعامل الأولي أو الاستجابة عند حدوث أو اشتباه حالة أعتقد جرفة العمليات مش هتفرق بين مستشفيات وزارة صحة ومستشفيات جميعية لا بس الفكرة كلها أن إحنا عندنا تيم كامل دلوقتي بيشتغل على الكلام دوت ولازم كل الناس تبقى فهمة أن الاحتياطات اللي متاخدها احتياطات كهيسة جدا إحنا عندنا التيم ده مش تيم قليل ده تيم بيبقى فيه أطباء وتمريد وإداريين وماليين وخصائين تغذية وخلافه يعني التيم ده مش قاصر على الطبيب وكمان لازم وسائل الوقاية بسائل الهم دلوقتي طبعا وسائل الوقاية يعني الجلافز أو القفازات يعني ده مهمة جدا استخدام المسكات الجراحية أثناء مثلا لو فيه مريض مثلا أو أي اشتباك لازم يكون استخدام آه طبعا فيه مسكات أعلى طبعا أو أكثر كفاءة متخصصة زي الـ N95 بس ده أنا بقول على أقل تقدير المسكات دي وطريقة استخدامها ما هو إحنا إذا قلنا مثلا إن حد في أسرة مثلا بيربس مسكه وعنده دازلة برد في البيت طريقة تعامله مع المسك دي مهمة جدا بالنسبة لنا أما أنا آجي أفك المسك الواحده يعني مثلا أما أجي عطس ما ينفعش عطس جواه المسك آه وإذا عطست جواه المسك مثلا لازم المسك ده يتقل اتغير طبعا وإذا كنت حشيله ما ينفعش حشيله من موقع الرزاز نفسه لا أنا لازم أشيله من فوق حاجات دي تعليمات لازم كل الناس تبقى واخد واطس الوشي بعدها طبعا طبعا غسيل أيدي ده والوجه ده حاجات أساسية على مدار اليوم مش بتكلم على الكورونا الوحدة أنا بتكلم من على كل بيروسات أو أنواع العدوى يمكن ده حاجة كويسة إن احنا أخذها خطوة يمكن تعليمية زي ما قلت لحضراتك قبل كده أو تربوية في المدارس لازم كل الناس والثقافة دي لازم تعمم على جميع الطلبة وفي داخل بيوت طبعا طبعا طب دكتور سامية برضو من ضمن التعليمات أو من ضمن الحاجات المنتشرة دلوقتي حتة دايما نشرب مياه دايما ما تخليش بقى كناشف خليه دايما في رطوبة وحتة القلوية والحمضية يا ترى لها علاقة بموضوع كورونا هو عمتا كل مكان الأغشية المخاطية بتاعة الجهة سنفسي كلها رطبة زي ما ربنا خلقها ده بيخلي الميكروب يعني كأني بخسل كأني بخسل الميكروب مش بدياله فرصة يلزق على الغشاء المخاطي ويهاجمني لكن أنا عملا بعمله وش حدي حرك مثلا بسيط خالص حرك الواحد طول ما هو نايم بالليل يعني بيبقى بلعوا أكلوا شربوا يقول لي دايما الواحد يسحى الصبح زوروا واجعوا وبيحرقوا قوي مجرد ما يبتدي يأكل ويشرب بيبتدي يتحس صحيح بيروح الألم بيروح الألم لأنه خلاص بقى بيبلع باستمرار وبقى الأكل والشرب بيخسل بينظف بيطهر كمية العدد الميكروب اللي على الأغشية المخاطية بيقل فبدي فرصة الجسمي إنه هو يتفاعل اللي هي المناعة الزاتية بالزبط وهي على الفترة و لو اخترنا يعني اسم كده المناعة الزاتية وده اللي احنا عايزين قوي بالزبط هو ده اللي عايزين قوي وعايزة بس ألفة الانتباه لحتة هنا احنا بنتعامل مع فيروس مش بنتعامل مع بكتيريا وبالتالي ما ينفعش أخذ مداد حيوي عشان فيه دايماً خلطة البرد اللي موجودة في استيضاليات دي اللي الناس بتكتهد فيها دي بالزبط دي خطرتها في إيه أنا ربنا خلق لي بكتيريا حلوة كويسة نفعة علشان ما تديش فرصة البكتيريا الدرى تطلع لما أنا باخد مداد الحيوي البكتيريا النفعة دي عادةً بتبقى ضعيفة بتموت من المداد الحيوي أنا ممكن أخد مداد الحيوي أأذي نفسي أو أفسد من حيث أريد الإصلاح حدي الملعب فاضي علشان الفيروسات تشتغل وعلشان البكتيريا المقاومة للمدادات الحيوية كمان تكسر وتهاجمني كمان وأنا منعتي ضعيفة ده أنا بفتح الباب زي ما بيقول بالزبط كيف وبالتالي وبالتالي ناس كتير تقول ده أنا بعد دور البرد جالي اللون المخاء نزل على سدري وبالغم ومخاط لونه غير خلاص بيكون دور البرد خلص الفيروس بيكون دوره انتهى بس أنا فتحت الباب لغيره لغيره فده المهم بأمناعتي هنا يبقى برضه ننصح ناس دايما نشرب مياه وسوائل دافية والراحة والراحة يعني أهم حاجة قاعد في البيت أرتاح حشان الدور يخف وما يبقاش فيه زوار لا عادي حد ولا يعني يعني نقلل من الزيارات شوية نقلل من السلامات شوية نقلل من الأحضان والبوس شوية والراحة آه ونخلي عندنا كده نوع من الهدوء والسكينة في هذه الفترة بزر